السلام عليكم اهلا بكم متابعين قناة الموسوع تخيل ان ملايين الاشياء اللي بتشوفها بعينك كل يوم السبب في يكونهم على الشكل واللون الخاص بيهم هو ان عيوننا بتقدر تشوف من خلال موجات الضوء المرئي في حين ان في عشرات الموجات التانية موجودة حوالينا في كل مكان لكننا ما بنقدرش اطلاقا اننا نبصر من خلالهم يعني الكوباية اللي انت شايفها قدامك دلوقتي دي هي كوباية لان عينك بتعتمد في الرؤية بشكل كامل على موجات الضوء المرئي لكن لو قدرت تشوف من خلال موجات تانية وليكن موجات جاما مثلا فوارد جدا ما تشوفهاش كوباية وتشوفها حاجة تانية اي شيء موجود حواليك سواء مجموعة الكتب والاقلام الموجودة على مكتبك او لو بصيت على الكرسي او السرير او حتى لون الحوائط الموجودة في قطك وكمان برضو لو كبرنا اللي سكيل شوية وبصينا على لون الاشجار والجبال والحيوانات وغيرهم من الاشياء الموجودة في الطبيعة فالحقيقة احنا قادرين نشوف بانينا الكم الهائل ده من الالوان والاشياء بفضل نوع واحد فقط من الموجات واللي اصلا تعتبر جزء من عيلة كبيرة من موجات اسمها الموجات الكارومغناطيسية واللي الوحدها بتحتوي على حوالي سبع انواع مختلفة من الموجات كل نوع منهم بيحمل صورة مختلفة للعالم يا ترى هيكون ايه شكل العالم حوالينا لو بصينا عليه من خلال نظارة اشعة اكس او لو بصنا له من خلال اشعة جاما او الاشعة الفوق البنفسيجية او الاشعة اللي تحت الحمرة هل هيكون عالم مختلف وهل هيكون هو نفس العالم الموجود دلوقتي معاكم عمر السيد والحلقة دي هنتكلم فيها عن ازاي بنشوف الدنيا قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل حلقتنا في البداية كده خلينا نسأل سؤال منطقي يا ترى ايه هي الالوان؟ هل اللون هو خاصية في الجسم نفسه؟ ولا خاصية من خواص العين البشرية؟ لفترة طويلة اعتقد الناس ان النظر او الرؤية عبارة عن شيء مش بينطلق من العين نفسها وبيسقط على الشيء المنظور لكن بسبب اننا بنفقد الرؤية في الظلام اتضح فيما بعد ان الضوء ليه دور اساسي في العملية واصبحنا في الاخر فاهمين اننا بنشوف بعنينا اي شيء حوالينا لما الضوء يسقط على الجسم معين وبعدين الجسم ده يرسل او يعيد ارسال الضوء الساقط عليه لعنينا مرة تانية وعنينا بقى ما هي الا مستقبل لضوء مش اكتر طيب يا ترى ليه بنشوف الاشياء ملونة؟ ليه ما تبقاش كل حاجة ابيض واسود وخلاص؟ الالوان بتيجي منين اصلا؟ يعني على سبيل المثال التفاحة هل ليها لون هو من صميم طبيعتها وتكوينها؟ ولا لون التفاحة اللي بنشوفه ده ما هو الا قالية في عينينا التفاحة الاخدر بيظهر في ضوء الشمس بلون الاخدر لكن لو صلطت عليه كالشاب بضوء احمر هتلاحظ ان لونه تغير وتحول لبني داكن ومش بس كده ده حتى التفاحة الاخمر لو صلطت عليه ضوء اخدر هيتحول هو كمان للون البني الداكن وده كده معناه مبدئيا ان اللون مرهوم بطبيعة الشيء نفسه طيب خلينا نبص للموضوع من منظور اضافي من الواضح ان التفاحة بتعكس جزء من الضوء الساقط عليها زي ما قلنا يعني التفاحة الخاضرة بتمتص كل الوان الطيف اللي بتقع عليها وبتعكس بس اللون الاخدر ونفس الشيء مع التفاحة الحمرة بتمتص هي كمان الالوان الطيفية اللي بتسقط عليها وبتعكس منها الضوء الاخمر فقط الكلام دا ليه معنى مهم جدا الا وهو ان الضوء الابيض بواجه عام بيكون موجود جواه كل الالوان والالوان دي هي اللي بتكسب الاشياء درجة اللون الخاصة بيها والكلام ده طبعا بينطبق برضو على أهم مصادر للضوء الأبيض الموجود على سطح كوكب الأرض ألا وهو ضوء الشمس أشعة الشمس بتحتوي على الألوان زي الأحمر والأغدر والأزرق والأصفر وغيرهم والألوان أو الأطياف دي هي اللي بتلون كل حاجة موجودة حوالينا كل جسم بيبدأ يمتصل بعض منهم طبعا لطبيعته وبيعكس البعض الآخر يعني كل الأجسام محتاجة للضوء أو بمعنى أصح محتاجة للأطياف الملونة اللي موجودة جواه علشان تقدر تكتسب ألوانها وتظهر قدامنا في النهاية بشكلها الملونة الزي وده ياخدنا لسؤال جديد هل في أجسام مش محتاجة للضوء علشان تظهر ملونة؟ هل الضوء مثلا محتاج ضوء يسقط عليه علشان نشوفه أو تظهر لنا ألوانه؟ في الواقع لا في أجسام كتيرة بالفعل بتحمل ألوانها بداخلها وبتكون هي بنفسها مصدر الضوء واللون في نفس الوقت زي نور الشمس مثلا على سبيل المثال ومش بس الشمس لأ كمان ممكن نشوف ده في شيء بسيط جدا زي ضوء الشمعة لو بصيت لضوء الشمعة مثلا هتلاحظ أنه أزرق عند فتيل الشمعة وأصفر في منتصفها وأحمر داكن عند رأس اللهب والألوان اللي تكلمنا عنها دي كلها واللي بنبقى شايفينها بعنينا ما هي الألوان اللهب نفسه يعني منتش محتاج مثلا أنك تسلط مصدر ضوء على الشمعة علشان تشوف ألوان اللهب الخاصة بيها ولكنك عادي جدا في الضلمة وفي الإضاءة الخافتة بتقدر تشوف الألوان الموجودة في لها بالشمعة بهضوح وبدون ما يكون موجود أي مصدر إضاءة آخر في المكان وفي نفس الشيء لو بصيت على مدينة كبيرة من بعيد هتلاحظ أنها بتبعث أضواء من كل الألوان مع أن مصدر الإضاءة الوحيدة اللي في المدينة هي الإنارات ولنبات النيون الموجودة في المتاجر وخلافه وهنا نروح للنقطة التانية يا ترى إيه هو الشيء الملوم في الضوء؟ بعد كارنين متتاليين من بحوث علم الفيزياء خرجنا بخلاصة مفيدة أن الضوء موجة موجة شبيهة بالموجة الموجودة على سطح البحر أو موجة الصوت في الهواء بس في هنا فرق جوهري بينهم وبين الأنواع السابقة من الموجات الموجة الضوئية مش محتاجة لمية ولا هوى علشان تنتقل وتتحرك فيهم وده لأنها حقل قهربي ومغناطيسي وأي موجة منهم بتتحدد من خلال كميتين الأولى ساعة الاهتزاز وهو اللي بيكافئ مقدار علو الموجة عن سطح البحر والكمية التانية هي المسافة اللي بتفصل بين قمة الموجة الأولى وبين قمة الموجة التانية طول الموجة الصوتية على سبيل المثال بيتراوح بما بين السنتيمتر في الأصوات الرفيعة وبين المترات في الأصوات المنخفضة لكن الموجات القهرومغناطيسية لها مدى أوسع بكتير طولها ممكن يوصل لكيلو متر كامل ووقتها بتكون موجة راديو أو طولها يقدر بملي متر واحد وساعتها بتكون موجات شبه اللي موجودة في المايكرويف والموجات اللي طولها أصغر من كده عبارة عن موجة الضوء العادية والأشعة السينية وأشعة الجامة وغيرهم وفي كل الحالات الموضوع بيتعلق بنفس الكميتين سعة الاهتزاز ومقدار علو الموجة وفي الواقع عيننا ما بتقدرش تشوف كل الموجات ولكن بنقدر نشوف قدر بسيط منها وعلشان نقدر نشوف باقي الأطوال الموجية اخترعنا الأدوات مسيلة هوائيات الراديو وحساسات الأشعة السينية ولاقطات للموجات من كل صنف وبما أن كلامنا لحد دلوقتي عن الضوء هنستخدم واحدة ملأمة ألا وهي النانو متر وهو بيساوي جزء من مليون جزء من الملي متر واحنا البشر حساسين للموجات ما بين الثلتمية وتمانين والستمية وتمانين نانو متر والتجارب بيينت لنا أن الدماغ بيعرف الأشعة لأنها أحمر لما طول موجتها بيوصل لستمية وخمسين نانو متر واللون الأصفر لو خمسمية وتمانين وخضرة عنده خمسمية وعشرة وزرقة عند ربعمية وسبعين وبنفسجي عند ربعمية وعشرين وفيما فوق الستمية وتمانين هي الأشعة تحت الحمراء وتحت الستمية وتمانين هي الأشعة فوق البنفسجية وهنا من الواضح أن كل طول موجة بيرتبط بلون معين طب إيه اللي يحصل لو دخل آنينة أشعة متركب فيها أكتر من طول موجة مثلا ضوء أحمر وضوء أخضر وقتها هنشوف لون أصفر وده اللي بنستفيد منه في صناعة شاشة التلفزيون والموبايلات بيستخدموا 3 عناصر بيكسلز بيبس أشعة حمراء وخضرة وزرقة ومن خلالهم بتشوف كل الألوان كلنا متذكرين لما نشوف حداد وهو بيسخن الحديد ومع زيادة درجة الحرارة بيتحول من الأبيض للمزرق وبعدين للأصفر فالأحمر لحد ما يبرد ويتحول لللون الرمادي وكلنا وقتها بنخمن أن في علاقة بين حرارة قطعة الحديد ولونها والسبب أن الحرارة بتحفز زرات الجسم بشكل معين وبالتالي الزرات بتصدر أطوال موجية والأطوال الموجية دي بتختلف باختلاف درجة الحرارة والحقيقة أن كل الأجسام بتشاعب الطريقة نفسها لما بتكون في درجة الحرارة نفسها مفيش اختلاف بين جسمه وآخر في البداية خلينا اللمح لشيء مهم وهي أن اللون مش ظاهرة فيزيائية بل ظاهرة بيولوجية السبب بيكمن في أن الشمس بتصدر أشعة على نطاق واسع بيضم إضافة للأخدر كل ألوان الطيف الأخرى المرئي منها والغير مرئي لكن الموضوع بيتعلق بالعين والدماغ العين فيها ثلاث مستجيبات لثلاث ألوان الأزرق والأخدر والأحمر ولما العين بيسقط ضوء متسبب في تحفيز المستجيبات الأحمر بنشوف اللون الأحمر في حين بيبقى المستجيب الأزرق والأخدر في حالة سكون وهنا الدماغ بتلاقي إرسالة بتقول لها أن الشيء المعني لونه أحمر ولو سقط على العين لون أصفر فالمستجيب الأحمر والأخدر بيستجيبوا بالقوة ذاتها وبيبقى الأزرق في حالة سكون ولو خلطت جميع الألوان وصلتها للعين فاللاقطات في العين هتستجيب ووقتها هالدماغ هتلاقي إرسالة بتقول لها إن الضوء ده أبيض ومع إن الشمس إشعاعها الأقصى هو الأخضر هي كمان في نفس الوقت بتشاعب نفس القوة لون أزرق وبنفسه وبالتالي كل المستجيبات في العين بتكون محفزة فبتشوف الضوء الشمس أبيض وفي حالة النجوم عيننا بتقدر تبين لونها الأحمر والبرتغاني والأصفر والأبيض الماسل الأصفر أو الأزرق وهنا عرفنا ليه مفيش نجوم خضرة في السماء وبيكمن السبب إنها لما بتكون موجودة عنينا بتشوفها باللون الأبيض إيه اللي نقدر نشوفه بعينينا؟ سيب لنا رأيك عن الموضوع تحت في التعليقات وبكده نكون نتكلمنا إزاي بنشوف الدنيا لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واسبونا في التعليقات المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله